هي كانت يعني مرعوبة جداً جداً على تاريخها فكان بيجيني وسطاء كتير بأعمال كتير ليها طوال الوقت كان عندها وعي عجيب على إنها ترفض مش من أجل الرفض هي كانت حريصة على فكرة إنه هي مدركة حجم التاريخ بتاعها عشاك العمل إزاي وجماهريتها أنا عايز أقولك إن عندها جماهرية صعبة وصفلك يعني أنا في مرة تواجدت معاها مثلاً في السعودية اندهشت جداً جداً من الجنون اللي عند الشباب بسهر البابلي يعني هي حتى نفسها كتت تقولي تقولي أنا بس تخرب قوي إن دول ما حضرونيش يعني أنا معتزلها عمر قديلي عشرين سنة إزاي الولاد دول مرتبطين لا ويقول لها اسم الدلع بتاعها يقول لها سوسكا أفتكر إن هي طلقت عروض من بعض القنوات الإخوانية أه وبحسها ووعيها العجيب رفضت يعني كان عندها عروض مغرية قوي بتقديم برنامج وعمل حاجات كتير قوي لا 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 بعد الحاجات بكتير يعني دي بعد الثورة وكله يعني فكت مش مرتاحة قوي يعني وكت تقولي أنا مش عايزة أحسر نفسي في شكل داعية لأن أنا مش داعية أنا سيبدت بسيطة جدا جدا زي زي قالت لي ممكن يكون في ناس أطقى مني بكتير بكتير أنا فقط حتمية المرحلة العمرية بتاعتي اضطرتني وكانت يعني تشوفي عظمتها ونقاها القوي لما تحكي عن شدية يعني أما تحكي عن شدية كانت كل شوية شدية تتصل بها تقول لها مش لقي حاجة أوليك يعني كان بتمتن شدية قوي اللي كلامها عنها فكانت تقول كلنا كنا فرحة بشدية وأنا كان الجمهور كله بيجي جمهور شدية آه بمنتهى وحكيت لي لما كانت في الكويت وقالت لي أنا اللي بنفسي شفت عربية شدية وهما بيشلوها قلت لي أنا شفتها دعنيا قلت لي بقى تعملت شاور لهم كده قلت لي شالوا لعربية بتاعة شدية